في الفيديو دوت هبدأ اتكلم معك عن الورك شيرنج في برنامج جريفت وهحاول اخليها حلقات سريعة مش مع ادى يعني اول مصطلح لازم تتعامل معه او تفهمه اللي هو السنترال موديل ايه هو السنترال موديل مين بيعمله امتى بنشتغل عليه او حتى بنفتح السنترال موديل وامتى بنعمله دي التاتش فدي اول او اول نقطة لازم تكون فاهمها بعد كده في عندنا حاجه اسمها الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوكال كوبي طبعا النقاط دي كلها شرحة بالتفصيل في الحلقات القادمة وفي نقطة مهمة قوي مع السنكرونيز لازم تكون فاهمها واللي هي إلغاء الأونرشيب أو عملية الريلينكوش هنتكلم عليها برضو بالتفصيل لأنها مهمة قوي في بعض الابليكيشن اللي لازم تكون فاهمها اللي بتكون نازلة أصلا مع النسخة اللي هي ريفيت ووك شيرينج مونيتور دي هتلاقيها لو دست على الويندو عندك فدي كأبليكيشن أو كأبليكيشن لازم تكون فاهمه بعض فدي أهم النقاط مش كلها أهم النقاط اللي لازم تكون فاهمها قبل ما تبدأ تشتغل كورك شيرينج أو كتيم مع بعض في برنامج ريفيت دي كلها هبدأ أشرحها من أول الحلقة اللي جاية لو حابب تشترك في الدوة دية ودوة المسجد ودوة الفاميلي وبعض الدوات المتقدمة ويكون معاك دعم متواصل معي عبر زوم ممكن تتواصل معي للتفاصيل دا إلا حبيت أولهولك في الفيديو دوات موسيقى 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 موسيقى